تطلق كلمة الأرتيك على المناطق القطبية التي تقع حول القطب الشمالي وهي تتكون من أجزاء من روسيا، الألسكا، كندا، جرينلاند، آيسلاند، النرويج، السويد، فنلندا وبالإضافة إلى المحيط المتجمد الشمالي فيما الأنتراكتيك هي المنطقة القطبية التي تقع حول القطب الجنوبي وهي تتكون من قارة أنتراكتيكا والمحيط القطبي الجنوبي إذن باختصار الأرتيك هي المناطق التي تقع حول القطب الشمالي بينما الأنتراكتيك هي المناطق التي تقع حول القطب الجنوبي اشتركوا في القناة